اشتركوا في القناة التي شنتها مستهدفة اسكات الاصوات التي نقلت انتفاضة العراقيين ضد النظام الفاسد مرصد الحريات الصحفية كشف عن حملة ملاحقات واسعة طالت عددا كبير من الصحفيين والناشطين منذ مطلع الشهر الجاري وقال رئيس المرصد هادي جل مرعي ان الايام الماضية شهدت اختفاء بعض الصحفيين من منازلهم اثر مداهمات من قوات امنية وصفها بمجهولة التبعية فضلا عن اضطرار عشرات الصحفيين الى مغادرة العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب متوجهين الى اربيل او الى دول الجوار وتطالب منظمات حقوق الانسان وتنسيقيات التظاهرات بالافراج عن الصحفيين والناشطين الذين اعتقلوا منذ الايام الاولى لاندلاع الاحتجاجات واختفى اثرهم حتى الان وتقول مصادر على صلة بالتظاهرات ان خلية امنية تشكلت مع اندلاع الانتفاضة تتولى متابعة الكتابات المؤيدة للمتظاهرين والداعمة لهم فضلا عن رصد الناشطين الذين لهم صلاة بالمتظاهرين الشباب في السياق ذاته يؤكد بيت الاعلام العراقي ان العديد من الصحفيين والاعلامين ابلغوه انهم تركوا العمل الصحفي او غادروا البلاد بعد التهديدات المباشرة التي تلقوها من ميليشيات مسلحة كما ان جهات امنية ابلغتهم بشكل مباشر بانهم مرصدون ومعروفون وحذرتهم من تغطية التظاهرات اخرون اكدوا انهم اضطروا الى مسح محتويات حواسيبهم وهواتفهم خشية مصادرتها او تكسيرها او ان يتم اعتبارها دليل تهمة قد تؤدي بهم الى الاعتقال كما عمدوا الى اغلاق صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل بسبب عمليات التفتيش التي تلاحقهم موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوق الانسان ودعم الصحافة وحرية الرأي ضد حملة القمع التي تشنها سلطة بوليسية اخر ما يهمها هو المستوى الذي وصل له العراق على سلم حرية الصحافة العالمي بعد ان اوصلت البلاد الى الحظيظ على المستويات كافة